بالأمس بيخرج علينا السفير معصوم مرزوق بسلسلة من التخاريف خرج علينا بسلسلة محكمة ومدبجة ومتفق عليها سلفا من الكلمات والعبارات المفككة ولا يربطها أي رابط وطني وإنما بيربطها كل هوى وكل حب للسلطة وكل كلمات زائفة عن حب الوطن هذا الرجل عندما فكرت فيما كتب وفيما قال من مبادرات هنا ومبادرات هناك ودعوات هنا للخراب ودعوات هناك للفوضى وتغريدات بيتهم ويهين فيها القضاء المصري ويهين فيها الدولة المصرية ويهين مؤسسات الدولة بشكل يعاقب عليه قانونا في وطح النهار ما في ذلك شك معصوم مرزوء عاشق السلطة عاشق سلطة معصوم مرزوء عبد مشتاء لكل العصور عندما خرج من العمل في الدبلوماسية المصرية في القارجية دخل في مجال الأدب والقصة والرواية وهو يساري معلوم ومعروف وللهي بحبوحة من الحرية الحرية في كل شيء ما عندهش مانع في حاجات كتير بيعملها ويهين عارفين هذا كلام لكن الرجل كان بيحمل كان مشارك في حرب أكتوبر وفجأة لعبت خمرة السلطة برأسه لأن السلطة ربما الخارجين اللي موجودين برأس سلطة متخيلين أن السلطة عبارة عن مغنم عبارة عن أبهة عبارة عن محبوحة لكنه لا يدري ولن يدري لأنه مدفوعا بتفكير رومانسي بينظر إلى الأمور من واقع كتابات ومن واقع دولة أفلاطونية معصوم مرزوء رجل كما قلت فكرت أنه لألا أتناول ما ذهب وما نادى به الرجل وما كتبه الرجل وما خطته يداه على مواقعه وعلى صفحته وهكذا واتناقشت مع زملائي أنه يعني خلينا نفوت لهؤلاء لأنه يبدو أن هلأ مفوتين أصلا يعني أنا لأنه هو رجل مفوت فنفوت خلاص عد الأمور لكن اكتشفت فجأة من لغة خطابه وكلماته المنتقى أن هناك تخطيط هذا التخطيط محكم هذا التخطيط محكم أنا كنت دائما أنظر بعين السخرية لمن يتحدثون بنظرية المؤامرة لا أؤمن كثيرا بنظرية المؤامرة لكن روايدا روايدا اكتشفت أنني كنت على خطأ والمؤامرة بتحاك وبتخطط وبتضبر وما قال وما يقوله السفير المنفلت المفوت وده دي أوصف لما تخطه أيديه الكلام اللي بيطلع منه الكلام اللي بيطلع من بين ضبوعه ويسواء بيقوله قولا أو كتابة عبارة عن كلام أنا شايفه في تقديري أنه جاي وكأنه خرج من مواسير صرف صحي عيب عيب لما يكون في بلد لا تقدر الحجم التحديات والمؤامرات اللي بتحاك للبلد وهناك البعض بيتحدث بغباء شديد على أنه الوضع في مصر بيحتاج إلى نسفه وبيحتاج إلى أن احنا نعيد الكرة من جديد وبينظر إلى يا أخي انظر بعين العقل إلى ما يجري هقولك تاني غصب عنك شوف سوريا يا أخي الكلام المدبج والكلام المحترم اللي كان بيتقال وعايزين 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 أين هي سوريا مش عايز أعود عيني الكلام لأن الناس دي ما بتفهمش هذا الكلام لكن أنا كلامي للمشاهد بتاع المحترم كلامي للمواطن المصري المحترم اللي هو قلت عليه هو البطل الحقيقي المواطن المصري البطل الحقيقي في كل ما نراه في إصلاح اقتصادي هو البطل المواطن المصري العظيم في الحرب على الإرهاب المواطن المصري العظيم اللي بيلفظ وبيشعر وبيحس مين الخاين ومين المأجور مين المرتزق ومين هوي سلطة ومين غوي سلطة ومين غوي شهرة ومين عايز الكاميرات بقى عليه الشعب المصري فاهم وشايف كل حاجة الشعب المصري فاهم وزعلان وبيشتكي من الاحوال الاقتصادية لكنه لا يقبل خائن ولا يقبل مأجور اللي شفته من معصوم مرزوق بالامس واول امس اجد صداه سريعا فين عند ايمان نور اجد صداه سريعا فين عند حسن نافعة اجد صداه سريعا عند محمد ناصر ومعتز مطر واجد صداه سريعا في الجزيرة كمان ايه هو احنا ما بنشوفش من الغربال اللي ما بنشوفش من الغربال يبقى عمى يا سعاد السفير يا سعاد السفير ان امرك مفضوح لدينا امرك مفتضح لدينا انت بتتكلم بتكلم المصريين بلا صفة اتنين بتتكلم بحديث لا تفهمه تلاتة بتتهم اجهزة الدولة وتتهم مؤسسات الدولة في شرفها المهني وهذا يعاقب عليه قانونا